من خلال الدرس ده هنتعلم كيفية رسم الاشكال الصناعية او ال 2D اللي بنطلق عليها اسم shapes وبما اني هنشئ حاجة جديدة يبقى مباشرة التويب create من ال comment panel بس المرة دي مش هختار جيومتري انا هختار من هنا الاداة shapes بمجرد ما اضغط عليها هتظهر لي مجموعة الادوات الفرعية دي اللي من خلالها برسم الاشكال الصناعية الاداة line دي بتستخدم لرسم الخطوط لو اخترتها وبدأت دلوقتي اتوجه الى اي منفذ رؤية حبدأ ارسم ولكن بما اني هرسم اشكال 2D فيفضل ان انا اختار المنفذ stop عشان ارسم في المستوى 2D انا مش محتاج ال perspective في حاجة فحبدأ دلوقتي اضغط على المكان اللي عايز احط فيه النقطة الاولى للخط لان في النهاية الخط عبارة عن نقطتين انا بحددهم فلو ضغطت click هنا كده هتلاقيه فعلا عمل نقطة اهو طبعا انا ضغطت وشلت ايدي عن مفتاح الماوس بتحرك بحرية الى النقطة التانية اللي انا عايز احط الخط عندها واضغط يبقى ايدي الخط الواصل ما بين نقطتين دول ومستنيني احدد كمان نقطة كمان عشان يوصل من النقطة الاخيرة دي اليها بالشكل اللي انت شايفه ده يبقى انا اقدر ارسم مجموعة من الخطوط وممكن وانا بارسم اضغط shift لو اضغط shift وبدأت اتحرك حيتحرك كده بشكل مستقيم سواء افكي او رأسي بحيس ان انا ممكن اضغط هنا يبقى انا كده عملت خط مستقيم بالشكل ده لو طلعت الفوق لو ماشيت يمين نزلت تحت بشكل اللي انت شايفه كده يبقى انا بارسم مجموعة من الخطوط المستقيمة طبعا لو شلت ايدي من عشفت خلاص انا كده بارسم بحرية مش مقيد بانها تبقى خطوط مستقيمة وطبعا لما بنتهي من رسم الخط انا بضغط click يمين عشان انهيه او لو انا قربت للنقطة الاولى اللي انا بدأت الرسم منها وبدأت اضغط click كده حتلاقيه ظهر لي ان فيزا دي بيقول لي close SP line معناها هل انت عايز تغلق الشكل ده بحيس النقطة الاخيرة دي تلتصق في النقطة الاولى ويبقى شكل مغلق لو انا اضغط yes كده بقى شكل مغلق بالشكل ده طبعا واضحة هم في المنفس توب الخطوط اللي انا رسمتها وموجودة كمان او بينا قدامي في المنافذ الاخرى لما ببدأ في رسم الخط بشكل افترادي الطيب بتاع الخطوط بيبقى corner يعني بتبقى الخطوط حده بمعنى اهو لو ضغط زي ما انت شايف كده ما بين الخطوط تبقى الزوايا حده ما هياش منحنيات دي خطوط مستقيمة بالشكل ده انما لو قبل ما ارسم اختارت smooth وبدأت ارسم دلوقتي شوف هيبقى فيه انحناءات كده للخطوط ما هياش خطوط نعمة كمان انا عندي الطيب ده بتاع الكليك بتاع النقاط يعني اما بضت click هل النقطة تبقى corner ولا تبقى نعمة وكمان لما بعمل drag انا ممكن اخليها نعمة او حده بمعنى لو انا خليت دي corner وخليت دي smooth يبقى smoothing هنا هيبقى مع ال drag انما click هيبقى corner لو جيت بدأت ارسم يبقى click كده corner ونقاط حده زي ما انت شايف اهو مفيش انحناءات انما لو ضغطت على مفتاح الماوس الشمال وبدأت اتحرك عملت drag بقى فيه smooth دلوقتي لان انا مخلي drag type بيبقى smoothing انما click او تاني ارجع اضغط click هتلاقي النقاط حده drag click يعني وافضل ضغط وتحرك هتبقى smoothing انما لو خليت دي كمان corner يبقى كده سواء ضغط click او سواء ضغط على مفتاح الماوس وبدأت تتحرك في الحالتين هتبقى corner بالشكل ده ممكن كمان اني ارسم الخط وفقا لقيم القيم دي هتبقى القيم الخاصة باحداثيات النقطتين اللي الخط واصل ما بينهم يعني لو انا اخترت الوقتي line ممكن اضغط على keyboard entry ودي الاحداثيات الخاصة بالنقطة الاولى الخط بشكل افتراضي هو مفترض ان نقطة منتصف العالم دي هي اللي هتبقى النقطة الاولى الخط فاوكي انا هضغط add point ففعلا المفروض انه حط النقطة الاولى او فهم ان النقطة الاولى هي النقطة دي ولو افترضنا ان انا عايز اوصل بقى خط من النقطة دي الى خط في المستوى z مرتفع كده بقيمة 50 سنتي مثلا فانا ممكن اغير الزد دي اخليها 50 واضغط add point طبعا الاكس والواي زي ما هما يعني على نفس المستوى الاكس والواي بس مرتفع خمسين سنتي عن الارض فلو ضغطت دلوقتي add point فعلا اعمالي الخط بالشكل ده المفروض مسافة ما بين النقطة دي والنقطة دي خمسين سنتي اللي ايه الخمسين وحدة اللي انا كتبتها ايه اللي ممكن تاني ارسمه طبعا انت ممكن ترسم كل الاشكال اللي تدي لقدامك دي تعال سريعا كده نشوف الريكتانجل ده برسم بيها مستطيل لو ضغطت وبدأت اتحرك يبقى انا كده برسم المستطيل بالشكل انت شايفه طبعا النقطة الاولة اللي انا ضغطت عليها دي وفضلت ضاغط دي الكورنر الاول انا بتحرك بقى على النقطة المقابلة واول ما وصل اشيل اي دي يبقى انا رسمت المستطيل طبعا ممكن اغير البرامترز بتاعته اللينس والويتس اهو بالشكل ده وممكن كمان الكورنر ريديس عشان اخليه دائري الاركان بالشكل ده كده بغير الريديس او بزوده عشان يبقى دائري الاركان بالشكل ده طيب بشكل افترادي انت بتحدد النقطتين اللي في الاركان انما لو ضغطت هنا سنتر يبقى بداية الرسم او النقطة الاولى دي السنتر بتاع الريكتانجل لو ضغطت هنا ده السنتر وببدأ اتحرك انا لاي نقطة اخرى بقى على الحدود بتاعة المستطيل عشان يترسم بالشكل ده السيركل او الدايرة بشكل افترادي لو اخترتها هيبدأ يرسم الدايرة ولكن خلي بالك النقطة الاولى هتبقى السنتر بتاع الدايرة هنا يعني ضغطت ده السنتر بتاع الدايرة وببدأ احدد نصف القطر بالشكل ده انما لو اخترت يبقى انا كده دي نقطة على حدود الدايرة وببدأ احدد بقى او بمشي احدد الديامتر كده بتاع الدايرة برضو بعد ما خلصت انا ممكن اغير البرامتر بتاعي ما عنديش غير البرامتر واحد اللي هو الريديس برسم بيها شكل بيضاوي بحدد بتاع الشكل البيضاوي بتاعي بالشكل ده كده انا رسمته وخلي بالك انا ممكن اغير طبعا في البرامترز هنا وممكن اقول له اوتلاين علشان يبقى لها حدود خارجية وغير السكنس بتاعها بالشكل ده كده علشان يبقى لها سمك يعني ما تبقاش دايرة عادية او شكل بيضاوي عادي لا يبقى ليه سمك وليه حدود بالشكل ده الاداة بستخدمها لرسم الاقواس بس قبل ما ارسم بحدد او طريقة الرسم هل يعني بحدد الاول نقطتين اللي هما بداية القوس ونهايته وبعدين نقطة في المنتصف او بحدد الاول دايرة اللي المفروض القوس هيترسم عليها وبعدين النهايتين بتوع القوس او البداية والنهاية فخلينا حبداللوقتي احدد النقطة الاولى واضغط وافضل ضاغط وبعدين اوصل للنقطة التانية اشيل ايدي وبعدين احدد او الميدل بتاع القوس كده يبقى انا انتهيت من رسمه ممكن اقول له center end end يبقى انا كده الاول هحدد بتاع الدايرة هفترض مثلا ان دا النقطة دي هضغط عليها وابدأ اتحرك علشان احدد النقطة الاولى وانا ضاغط افضل افضل ضاغط واول ما اوصل للنقطة الاولى بتاعت القوس اشيل ايدي وابدأ اتحرك عشان احدد النقطة التانية واضغط click يبقى انا كده رسمت القوس ممكن كمان من هنا اغير برامة برامترز بقى الراديس بتاع القوس بدايته ونهايته وكمان اقوله بحيس يبقى الجزء كده من الدايرة باية الاداء دونات دي بترسم دايرتين من تداخلتين لو اخترتها حبدأ دلوقتي ارسم الدايرتين برضو من خلينا وعندي البرامترز بتاعتي ههو الراديس وان ده الراديس الاولاني وبعد محدد واشيل ايدي من المفتاح الماوس وابدأ احدد الراديس بتاع الدايرة التانية وبرضو ممكن اغير في البرامترز زي ما انا عايز الاداء ان جان دي برسم بيها بوليجون او مضلعات لو اخترتها وبدأت دلوقتي ارسم طبعا برسم من السنتر فهحدد السنتر بتاع البوليجون واضغط وافضل اطلع لبرة او يعني اتحرك علشان احدد مستوى الضلع حيبقى فين او نصف القطر بتاع الدايرة الوهمية للمفروض البوليجون ده مرسوم بناء عليها حيبقى فين او المشيل ايدي يبقى كده البوليجون اترسم طبعا الريديس ده بتاع الدايرة الوهمية للمفروض البوليجون ده حيبقى اما ممسات ليها او اوطار بمعنى انسكرايبد كده معناها ان البوليجون ده مرسوم داخل الدايرة الوهمية كاوطار ليها لو اخترت انا سيركامسكرايبد كده المفروض ان الاوطار دي عبارة عن ممسات للدايرة الوهمية ممكن تحدد من هنا الريديس بالشكل اللي انت عايزه وبعدين كمان ممكن تغير بتاع البوليجون تخلي اي عدد من الاضلاع من بداية من ثلاثة يبقى مثلس كده او تبدأ تحدد الاضلاع اللي انت عايزها والكورنر الريديس كمان انت ممكن تخلي الالتقاء الاضلاع مع بعض يبقى في استدارة شوية ما يبقاش حاد بالطريقة اللي انت تفضلها الاداة ستار دي برسم بيها نجمة لو اخترتها وبدأت ادخل دلوقتي المفروض ان انا بحدد السنتر بتاع النجمة دي هضغط وابدأ اتحرك محدد السنتر كده انا بحدد الريديس الخارجي بتاع النقاط الخارجية دي اللي هيستقر عليها الاضلاع المدببة دي للنجمة اول المشيل اي دي كده المفروض ان انا بحدد الريديس الداخلي بتاع الاضلاع دي اول ما اضغط يبقى انا كده انتهيت من رسم النجمة وممكن اغير الريديس الاول والريديس التاني واحدد كمان البيين انا عايز كم نقطة للنجمة وممكن كمان ان انا احدد الريديس او اخلي الريديس دي بقى لها استدارة سواء الخارجية او الداخلية وممكن اعمل لها نسبة التشوه الديستورشن ده كده بالشكل ده بغير فيها زي ما انا عايز الاداء تاكست بستخدمها لاضافة النصوص او الكتابات داخل الماكس لما بختارها المفروض ان انا ابدأ دلوقتي اضغط في اي منفذ رؤية عند الموقع اللي انا عايز ابدأ الكتابة منه وليكن هنا مثلا اضغط هتلاقي انه اضافلي نص بشكل جاهز كده مكتوب ماكس تاكست انا ممكن اضلل النص الجاهز ده وابدأ اكتب اي نص اخر انا عايزه وليكن مثلا النص ده زي ما انت شايف ممكن برضو انا مظلله اخليه اتاليك اخليه اغير شكل الخط اغير بتاعه من هنا ابدأ نصقه بالشكل اللي انا عايزه وطبعا فيما بعد انا ممكن اعمل الانيميشن للتاكست ده ممكن اضيف له ماتيريال ممكن اجسمه كمان يعني هو دلوقتي يتودي يا لأ ممكن اخليه اعمله حاجة اسمها اكسترود اخليه بقى بارز يبقى مجسم اكسيب بمادة معينة زجاجية بلاستيكية كل ده هنعرفه طبعا الحلزوني لو اخترته بدأت ارسم انا كده بحدد القاعدة بتاعته وبعين ببدأ اطلع احدد الارتفاع بتاعه وكمان نصف القطر بتاع اللفة بتاعته طبعا اول ما بنتهي بيترسم بالشكل ده ولكن انا ممكن اغير بقى كل ده من هنا الريديس بتاعه الرئيس 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 بتاع اللفات والهايت بتاعه البيس دي ممكن ترفع البداية الحلزون عن مستوى النقطة الاولى بالشكل ده وممكن كمان تخلي اللف بتاع الحلزون ده مع عقارب الساعة او عكس عقارب الساعة زي ما انت عايز الاداء اج دي انا برسم بيها شاب على شكل بيضة لو اخترتها وبدأت دلوقتي ارسم انا برسم كده زي بيضة بالشكل ده برسم الاطار الخارجي بتاعها وبعدين ابدأ احدد بتاعها زي ما انا عايز بالشكل ده وممكن بردو تبدأ تغير المواصفات او البرامترز بتاعها زي ما تعلمت الاداء سكشن انا دي باخد بيها مقطع طولي او عرضي في مجسم معين علشان بعد كده ممكن اصدره لبرنامج زي الاوتوكاد وقدر استفيد بطريقة ما المهم انا بختار الاداء وببدأ دلوقتي لو انا حبيت اخد مقطع عرضي يبقى من المنفذ طوب ببدأ ارسم ده حوالين المجسم من المنفذ طوب ولو عايز مقطع طولي يبقى برسمه حوالين المجسم من المنفذ لفت فمسلا لو انا عايز اخد قطاع طولي هبدأ ارسم من هنا بس خلي بالك ان الرسم القطاع بيبقى من نقطة نقطة هي البداية فهضغط هنا وابدأ اتحرك بالشكل ده المهم ان القطاع يبقى محيط بالشكل زي ما انت شايف انا كده حددت القطاع بتاعي ممكن دلوقتي اروح او اضغط على create shape علشان انشئ اخترت كده shape one هضغط يبقى خلاص كده انا انشأت shape من القطاع ده لو حبيت دلوقتي ان انا اصدره ممكن اعمل عشان احدد بتاعي ده اهو واضغط او انا كده محدده لو اخترت القادة الرئاسية دي ومنها export ومن export اختار export selected يعني الجزء اللي انا محدده او ال دير هتظهر للنفذة دي طب هتصدره لايه هابدأ اختار من هنا البرنامج اللي انا عايز اصدر اليه اللي هو الاتوكاد دي دابليو جي عشان تبقى الرسمة امتدادها دي دابليو جي وابدأ احدد لها اي اسم ايا كان واحدد المكان اللي انا عايز اعملها اكسبورت فيه واعمل يبقى انا كده طبعا اوكي يبقى انا كده عملت سيف للقطاع بتاعي ده وصدرت ه للاتوكاد ممكن بعد كده اروح للاتوكاد وابدأ استدعي وابدأ اتعامل معاه بالطريقة اللي انا عايزها كل اللي عرفنا قبل كده من اول درس الى الدرس ده كلها حاجات مفردة يعني اه احنا بنتعلم حاجات كتير ولكن كل حاجة لوحدها ما بنقدرش لغاية دلوقتي نركب حاجة او ننشئ حاجة او تطبيق معين لان فيه اوامر كتير نقصة ولكن احنا طبعا من خلال اللي ستوانا جاية من بدايتها المفروض هتبدأ تعرف التطبيقات العملية وازاي بقى تستخدم كل اوامر اللي احنا تعلمناها دي مع اوامر اخرى عشان تبدأ بسيط كده فهفترض ان انا دلوقتي عن طريق الشيبس اللاين هبدأ ارسم زي مسقط افقي كده لشقة او لغرفة طبعا من التوب ممكن اضغط هنا دي البداية بتاعتي وابدأ اتحرك وممكن اضغط شيفت كمان عشان تبقى الخطوط مستقيمة بالشكل ده هفترض ان ده مسقط لغرفة او لشقة معينة بالشكل ده انا برسمه اهو كده ولو وصلت لنقطة الاولى دي وضغط بيقول انت عايزه يبقى مغلق هقول يبقى انا كده هفترض ان ده المسقط تعال بقى نشوف ازاي اخد انا المسقط ده وارفعه وطيبقى حوقت يعني اعمل الهيكل العام بتاع الغرفة او الشقة دي حرجع تاني للجيومتري عشان انشئ بقى المجسم ومن ضمن انواع المجسمات هنا في حاجة اسمها AEC extended دي المجسمات المعمرية ومن ضمنها في حاجة اسمها وال او الحوائط لو اخترتها المفروض ان انا ببدأ ارسم الحوائط بشكل عادي خالص ولكن انا مش عايز اعتمد على الماوز انا اللي ما اعمل ده انا هحدد هنا بس مواصفات الحائط ده ايه يعني الويتس بتاعه ده ايه وصمك وارتفاع 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 هفترض انه سمك الحائط ده اتناشر ونص واحدة او سنتي يعني والهايد بتاعه 280 سنتي بالشكل ده بعد كده المفروض ان انا هضغط على الكيبورد وابدأ حددته لك فحضغط هنا على مستنيني دلوقتي ان انا حدد له ده فحضغط هنا كده خلاص اترفعت بقت حوائط لو انا عملت شوية كده المفروض ان انت هتشوف الحوائط بالشكل ده طبعا دي الغرفة بتاعتك اهي او الشقة بتاعتك اترفعت الحوائط بتاعتها طبعا هو نفسه يعني فبقت بالشكل ده انما انت ممكن بعد كده تبدأ بقى ترسمه بقياسات يعني معينة او حتى تعمله امبورت من الاتوكاد البلان نفسه وتبدأ ترفعه حوائط بالشكل ده وبرضه ممكن تبدأ تفتح ابواب وشبابيك داخل الحوائط اللي انت عملتها زي ما حنعرف فيما بعد